السلام عليكم قرعة كأس آسيا 2023 بقطر رسمياً هاي القرعة رح تخلينا بانتظار ست شهور لمعرفة هل يعترى بإمكان منتخبنا التأهل من دور المجموعات أو لا وعموماً المجموعات منطقية في مجموعة الموت لازم نحكي عنها في مجموعة صعبة جداً جداً ورح أحكي عن رأيي الشخصي بمجموعة منتخبنا كمان لأن أنا شايفها ومتفائل فيها ومبسوط فيها والأسباب رح نحكيها بهذا الفيديو أبل مرفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة اتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل شوف يا صديق العزيز رح أبدأ مجموعة مجموعة وبالنهاية رح أحكي عن مجموعة منتخبنا لكن بشكل عام المجموعة الأولى منتخب قطر الصين طاجكستان لبنان أنا بشوف من هاي المجموعة متوازنة معنا مجموعة الموت أو مجموعة صعبة قطر أكيد يعني مستضيف البطولة فهو أبرز المرشحين للتأخل من هاي المجموعة منتخب لبنان متطور منتخب الصين ما نسهل منتخب طاجكستان ما نسيء ممكن نلاقي فيه مفاجأة بالمركز الثاني بهاي المجموعة ما رح نحكي عن التوقعات لأن إلى الآن أنا بشوف من المبكر جدا الحديث عن التوقعات لسه ما بنعرف وضعية المنتخبات بشكل عام فما بن نفتي من عدنا بالوقت الحالي لكن بالمجمل قطر أكيد يعني أبرز المرشحين للتأخل من هاي المجموعة منروح للمجموعة الثانية مجموعة منتخبنا المنتخب الإسترالي أو اسباكستان سوريا والهند أنا ليش حابب هاي المجموعة ما كنت بتمنى نلعب مع منتخبات عربية لأن بصراحة بحس أنه لما منلعب مع المنتخبات العربية منعاني ما بعرف ليش هذا الأحساس عم بيصيبني يعني بيبي كأس آسيا الأخيرة كمان لعبنا قدام فلسطين والأردن كنا نتعادل نخسر لكن ما عم نلعب كنا عم بنعاني أما قدام أستراليا دايما عم بنقدم مباريات حلوة مباريات جيدة مباريات مفتوحة نسجل فيها أهداف نسجل بمرمان أهداف لكن مباريات مفتوحة بشكل أو بآخر حتى قدام أوزباكستان هكتور كوبر بيعرف المنتخب الأوزباكي فبالتالي كمان نقطة إيجابية ممكن تكون للمنتخب السوري أنت على معرفة بهذا المنتخب بشكل جيد مدرب منتخبك بيعرف هذا المنتخب بشكل جيد ومنتخب الهند من أقل المنتخبات الموجودة بالتصنيف الرابع يعني حتى طلعت معنا بالقرعة الخيالية أنه رح نواجه منتخب الهند فبالتالي أنا متفائل بهذه المجموعة لكن ليس بقدر أنه ضامنين التأهل من دور المجموعات إلى الآن منتخب سوريا تاريخيا ما تأهل من دور المجموعات فبالتالي ما نضع من التأهل دائما أصحاب التصنيف الأول مثل إستراليا قطر اليابان السعودية وكوريا الجنوبية نتوقع دائما تأهلهم بالمركز الأول بالنسبة للمجموعة الثالثة منتخب إيران الهند هونغ كونغ وفلسطين مجموعة متوازنة بظن أنها سهلة للمنتخب الإيراني وحتى بدرجة أقل المنتخب الإماراتي ما بشوف أنه هاي المجموعة صعبة على هالمنتخبين أكيد منتمنى منتخب فلسطين كمان يعمل نتائج ويتأهل لكن أنا بشوف من المجموعة هاي ما فيها صعوبة ما فيها مفاجآت بشكل أو بآخر يعني منتخب هونغ كونغ كمان منتخب مانو هالمنتخب القوي آسيويا المجموعة الرابعة هي أصعب مجموعة مجموعة الموت لما بتحكي عن منتخب اليابان العراق فيتنام وأندونيسيا منتخب اليابان ما بدنا نحكي عنه يعني أنتو بتعرفوا المنتخب الياباني أقوى منتخبات آسيا لما بتحكي عن العراق فأنت عم تحكي كمان عن منتخب قوي صاحب التصنيف الثاني الأول بالتصنيف الثاني فمنتخب قوي جدا منتخب العراق ومرشح دائما يوصل للدور ربع النهاية والنصف نهائي منتخب فيتنام من المنتخبات القوية اللي كمان كانت بالتجمع النهائي منتخب مانو سهل منتخب أندونيسيا من المنتخبات المتطورة يعني بالتصنيف الرابع منتخب أندونيسيا من أكثر المنتخب فمجموعة العراق هي مجموعة الموت مجموعة العراق هي أصعب مجموعة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى مانا سهل ما في منتخب سهل بهذه المجموعة حتى منتخب أندونيسيا مانو منتخب سهل بهذه المجموعة كمنتخب تصنيف رابع بالمقارنة مع هون كونج بالمقارنة مع الهند بالمقارنة مع عدد من المنتخبات لا منتخب أندونيسيا كمان ممكن تعاني قدامه بس بشكل عام أنا شايفها مجموعة الموت منروح للمجموعة الخامسة مجموعة كوريا الجنوبية ماليزيا الأردن والبحرين أكيد كوريا الجنوبية بمستوى آخر لكن المنافسة راح تكون بين ماليزيا والأردن ما بظن أنه في عفوا بين البحرين والأردن ما بظن ماليزيا يعمل شيء ويعمل مفاجآت منتخب ماليزيا من المنتخبات العادية جدا بالتصنيف الرابع شايف من هاي المجموعة متوازنة ما أنا مجموعة صعبة ما أنا مجموعة مميتة مثل المجموعة الرابع اللي شفناها اليابان العراق بيتنام واندونيسيا لا هاي المجموعة فيها توازن فيها نوع من إمكانية التأهل منتخب عربي بكل سهولة من هاي المجموعة من نروح للمجموعة الأخيرة المجموعة السادسة منلاقي فيها السعودية تايلند قرغزستان وسلطنة عمان من المجموعات الصعبة يعني فيك بعد المجموعة الرابعة مجموعة اليابان العراق بيتنام واندونيسيا تحكي على المجموعة السادسة مجموعة السعودية تايلند عمان وقرغزستان مجموعة صعبة مجموعة صعبة جدا يعني أنت بتحكي على المنتخب السعودي أكيد من المنتخبات العريقة بآسيا منتخب تايلند شفناه مع منتخبنا كان عم بيقدم مستوى ممتاز مستوى رائع فريق كمان قوي وبيقدم مباريات حلوة منتخب سلطانة عمان من المنتخبات الجيدة بالخليج المميزة بالخليج ومنتخب قرغزستان من المنتخبات المزعجة فكمان فيك تحكي عن هاي المجموعة بأنها مجموعة صعبة أنا شايف منتخبنا بمجموعة هي التالتة من حيث الصعوبة لما بتحكي عن المجموعة الرابعة مجموعة العراقية أصعب مجموعة المجموعة السادسة مجموعة السعودية هي تانية أصعب مجموعة منتخبنا بتالت أصعب مجموعة لأن انت عم بتواجه فيها منتخب استراليا اللي عم بيلعب أحيانا عم بيعاني بالتصفيات الآسيوية لكن لما بيوصل لكأس العالم بيعمل نتائج مبهرة بكأس العالم ونحنا أساسا عم بنعاني عدنا عقدة من منتخب استراليا وبالنسبة لمنتخب اوزباكستان كمان من المنتخبات اللي عم بيدربها كاتانيتش مدرب عنده باع طويل بالكرة الاسوية مدرب صارم مدرب بيعمل منتخبات قوية من الناحية الدفاعية وحتى احيانا من الناحية الهجومية صعب جدا الفوز على منتخب بيدربه كاتانيتش لكن بالمقابل نحن نمتلك هيكتور كوبر متفائلين بهاي المجموعة انا شايفها ثالت اصعب مجموعة بس الشي المبسوط منه بهاي المجموعة بان منتخبنا ما عم بيتواجد مع منتخبات عربية كنت دائما يعني حريص او كنت بتمنى انه ما نلعب مع منتخب عربي صدقا اذا منلعب مع الاردن مع البحرين مع سلطانة عمان مع العراق مع هالمنتخبات يا رح نتعادل يا رح نخسر يعني بشكل ما منفوز على هالمنتخبات ما بعرف شو عم بيصير فينا ببطولات كأس اسيا فممكن قدام وزباكستان حتى قدام استراليا اذا اخذنا تعادل ولعبنا قدام الهند وفزنا فالامور بتصير يعني حتى افضل ثالث من الست مجموعات يعني منتخبين كافضل توالد ممكن يتأهلوا لادوار القادمة وانحنا اذا بدنا نلعب بهاي البطولة لازم نسعى للمركز الاول او حتى المركز التالي يعني ما لازم نسعى لأفضل توالد ومن هالكلام بس بشكل عام ها هي قرعة كاس اسيا 2023 قرعة متوازنة فيها مجموعة واحدة صعبة بشكل عام المنتخبات الاسيوية التصنيف الاول شيلو على جنب التصنيف التاني ممكن افضل بشوي لكن في تقارب بمستوى المنتخبات الاسيوية في تقارب بشكل رهيب ما فيك تحزر على المنتخبات المتأهلة بشكل سهل في هذا التقارب الموجود بين التصنيف التاني والثالث والرابع تقارب هائل من حيث المشاكل من حيث عدم الاستقرار من عدة نواحي نحنا دايما نحس بهذا التقارب ببطولات الاسيوية اكتر من البطولات الاوروبية او حتى البطولات العالمية البطولات العالمية بتلاقي في مسافة بين منتخبين ومنتخبين اخرين لكن ببطولات الاسيوية هاي المسافة تكاد تكون فقط بمنتخبات التصنيف الاول التصنيف التاني الثالث والرابع انا بشوف انه في تقارب الرابع كمان يعني شوي اسهل بس هذا التقارب موجود توقعات ممكن نخليها لابل بداية بطولة كاس اسيا باسبوع واسبوعين مستحيل نتوقع هلا لان ما بتعرف شو ممكن يصير ما بتعرف المنتخب اللي ممكن نجم احد النجوم لا سمح الله من منتخب سوريا يغيب يعاني المنتخب السوري او المنتخب السوري يستقطب لاعبين جيدين ونلاقي نتائج رائعة بالمباريات الودية فممكن ياخدنا التفاؤل لمكان اخر بالوقت الحالي صعب جدا تتفاؤل صعب جدا تتشاؤم لكن فيك تقول ان انا كشخص انا ما بحب المنتخبات العربية نلعب معها بنفس المجموعة خلص منلعب مع منتخبات اجنبية او منتخبات غير عربية منتسلة منتسلة اكتر يعني مع استراليا واوزباكستان والهند اسهل اسهل انا خلونا متفاؤلين يا جماعة هذا كلش حاب احكيه عن القرعة ما بنا نكتر بالحديث عن القرعة فيه لسه كلام كبير عن موضوع المباريات الودية عن اهمية المباريات الودية عن طريقة ادارة هذا المنتخب كيف ممكن تصير بالايام القادمة المباريات المهمة للمنتخب للتحضير لهاي البطولة هاي بطولة مهمة جدا اللي بيحكي لك من بطولة كاس آسيا غير مهمة واستعداد لتصفيات كاس العالم غباء لا يوصف على كل حال اتمنى اعجبكم الفيديو يكونوا بصحة وخير وسلامة